موسيقى موسيقى ضيفي هو الأمين العام السابق لرابطة قدامى مدرسة سيدة الجمهور للأباء اليسوعيين وهو أيضا الأمين العام للقاء الإسلام المسيحي حول سيدتنا مريم وهو أيضا المكلف من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية بمتابعة الحوار الإسلام المسيحي حائز هو على ماجستير في الحقوق من الجامعة اليسوعية بدأ حياته المهانية سنة 1979 كمدرس للغة الفرنسية في مدرسة سيدة الجمهور حيث تولى لاحقا لأنشطة الاجتماعية والثقافية فيها أعاد ضيفي إحياء رابطة القدامى التي استعادت مع الرئيس شارل حلو عراقتها وتحولت مع الرئيس ميشيل إده إلى مؤسسة في خدمة المجتمع كما أنه أسس نادي شارل حلو وتجمع أوبجيكتيف ليبان للتدريب على سقل الفكر السياسي إضافة إلى إعادة إحيائه للجنة الأنشطة الاجتماعية سي أس التي شجعت التلامذة على الإنجازات الخدماتية والخيرية شغل ضيفي أيضا مركز الأمانة العامة للنادي الرياضي في مدرسة سيدة الجمهور لمدة 14 عاما وترأس أيضا اتحاد قدامى الطلاب في المدارس الكاتوليكية ليصبح بعدها نائب رئيس المنظمة الدولية لقدامى طلاب المدارس الكاتوليكية في العالم سنة 2005 قلده الحبر الأعظم وسام القديس جريغوريوس الكبير برتبة فارس أما أهم إنجازاته فتكمن في اللقاء الإسلامي المسيحي معا حول سيدتنا مريم الذي أسفر عنه العيد الوطن المسيحي الإسلامي البشارة والذي نحتفل به في الخامس والعشرين من شهر أدار إنه الأستاذ ناجي خوري أهلا وسهلا فيك بتاع ننسى أهلا فيك بسطهيدك قليلي شو عيلاقتك بالسي اي 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 والاف بي اي أجلت لك الآن المعلومات هلا بدأيك تدلع تنسيهم كمير تغرب أنا ننسيهم خلينا ننسى يلا بدأي باليش من بكاسين حضرتك من بكاسين صح إدي عشت ببكاسين ما عشت أبدا ببكاسين أبدا جزوري ببكاسين جدّي عاش ببكاسين وصدّي كمان وباية وعمومتي بس نزلوا بكير على بيروت وبنشي تقريبا 70-80 سنة تركوا ببكاسين بس أنا ما بتتردد لفوق كل الوقت عمالك شوي عنا أراضي شاسحة بالمنطقة فوق وجدّي اشترى من الست نظيرة جنبلار نص طاعة نص طاعة حد بكاسين اسمها عري تحت جزين تمام وكانت نص نص لعمي ونص نص لبي نحن حفظنا عكل هالحصة وباية زبّط بيت موجود كان هناك للشركة فزبّطوا بآخر الستينات تقريبا صرنا نتردد من وقت لوقت بالصيفية نمبسط نطلع نقود نرتاح بالضايعة عمل جنينة كتير مهضومة كتير حلوة حط كتير وقت فيها وصار غرامه يعني يطلع كل ويكانت لفوق حتى قشت الحرب قشت الحرب من جبرنا من قطيع مع هيدا وكلو كنا نتردد على المنطقة لفوق بها الكم سنة اللي كنا نطلع فيها ونصيفية ربطنا بي عاطفيا بهالمنطقة وللصراحة بحب كتير بكسين مع أنه أنا ما عايش فيها بحب بكتير حرش الصنوبر البيوت الحلوة عندها عراقة بكسين بقى وأنا فخور أنه بنتمي لها إمي خلقت بمارسين بتركيا وباية أصله من مرجعيون من بيت نوفل روني نوفل وكان عندها كمان من ناحية إمه بيت تحطوني كان عندها جزور شوي بيجزين بيت رحيم وشوي بيدلبتها كان عندها أراضي بيدلبتها لمهم بس اتعلقت كتير بمنطقة جزين كلها ككل أكيد من بكسين يعني في ناس ما بفهم بتحكيوا عن ضايعتهم بيقولوا أنا ما بطلع لفوق ما بعرف ما بعرف الضايعة هي الحرب وغيره حرب ما بعرف أنا قوليلي بكسين مرتين مع أنه بلا نايم فيها بلكي كام ليلي بالغلط بحقي إليلي بكسين مرتين بتشعر بدني وبيدمعي ما بقدر إلي تشوف بقى عنا بيت بيعري رجعت ضبطته قبل ما تموت الوالدي بثلاث سنين بلشنا نشتغل في الوقت حسيت أنه عبتبلش تروح أنا وإخوتي بدرنا ترميم البيت وتثبيته وهلأ هيدا المكان اللي بيجمعنا كل واحد منا عنده بيته وعنده مكانه بس هيدا المكان كم ولد بالعيمين نحنا أربع شباب وبنت أربع عصبيين وبنت يعني أنا أقول لهم أنا بقى شباب تكتيبك أنا الأول أنا البكر أنا في خيي سامي هلأ أعيش بفرنسا بسانليس صار له عشرين سنة بفرنسا في فادي خيي يحوي ببيروت بيشتغل بالورق والكارتون رجل أعمال يعني بدك تقولي اختي أنيتها مجوزة فرنساوي برنار زيغيل عايشي كمان بسانليس وهي وجوزة عندون انتربريز يعني نوع من مصنع لليافتات والبانو بيبيسيتير انسين لومينوز كل كنا جاموريان كلنا جاموريان كلنا جاموريان كلنا كلنا جاموريان وفي خي صغير هادي شغله بقطر عائلته ببيروت وهيك بس بدألك شغلي شباب على ذات الوزن نحن ناجي سامي فادي هادي هيدا يوسف سلامة الشاعر يوسف سلامة هو اللي نصحوا لبي انه ينقي هالقسامة هالقفية واخد واخدهم وحتى آنيتا آني نبعيد وقتا يعيطولنا كانوا ما نسمع لا آقي 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 ناجي سامي فادي هادي آنيتا ما نسمع لا ينجي كلنا حلوة الفكرة حلوة الفكرة بقى بقى مع انو مفرطعين هيكة بين فرنسا ولبنان وقطر وهيك نحنا عيلي كسين بتجمعكن المحبة بتجمعكن محبة نحنا عيلي كتير مرتبطة بتماسكي نحنا متماسكي عيلي متماسكي وبعدين منحب نلتقى من الوقت لوقت بالمنطقة من فوق بعراي أكيد وببكسين مطلع دايما يعني ما بقدر اتصور مثلا روح ويك اند على عراي ما اطلع مثلا على مطعم فوق ميزون دلافوري ميزون دلافوري ميزون دلافوري ميزون دلافوري ميزون دلافوري صار هيكي صارت الكافتيريا طبعي وقتا اطلع على فوق بس يربح درست درواء برجمع اليسوعية حقوق ايه وبعدين كنت بكثت بس للك الدبلوماسي هيدا كان مشروع الحياة بصراحة رح قلك لا انا زلمي بحب العلاقات مع الناس ولو بتعرفي وقتا كنت صغير ما كنت اتعاطى مع حدا كنت كتير تلبيس بالبيت ومع اهلي يعني يقدوا يتسمى علي احكي 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 يجوا العائلة ينبسطوا فيي يسألوني سؤالات بالمدرسة ما يطلع حسي بالكور در ريكرياسيون قد نزوي عجنب مع صاحب صاحبين هكي نقود نعمل مشاريع ونحكي وايكي اللي قلب لي كل شي بصف السيزيان دوبلت السيزيان كنت اول سيزيان كنت من الاواخر بالصف لانو كان عندي مشاكل صحية بين لويتيام والسيزيان جريت 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 عنايت 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 قلبت نقلت من السيزيان كاتر إلى السيزيان سانك وإز هيدا الشي عمل لي ديكليك بحياتي بالسيزيان سانك صرت بروميادو كلاس ما بعرف صرت اتعاطى مع بركي الدوبلة فادتني حاسة تحلقوا شي اكبر من الاخرين عملك الستيمولاشون ما بعرف ليش والسبب بس بعرف انه لفات انه دوبلت دوبلت صف هيدا مضرني بالعكس ساعدني بقى ساعتها عملت مجلة الصف اعمل فات دو ديفيزيون بسيزيان كنت حتى مرن اصحابي على خدمة القديس لانو بالزمنات كان في خدمة القديس وكل جمعة عندنا قديس مستو دو ديفيزيون ومستو كولاج وكل الوقت علمون انا كنت بالمدرسة فاركوح صغير بسيزيان عبعلم اصحابي يختموا القديس كنت نظم رحلات بلشت فتحت معين ما بعرف ليش كيف؟ بالصف كنت انا وثلاثة اربعة اصحاب عاملين نوع من حاجز على اول ثلاثة شو اسمه؟ محلات بال طوابق؟ لا لا مش طوابق على الثلاثة بالمنع بالنقاط كنا اول ثلاثة بالصف ممنوع حدا يحجز يقفز لعنا محتلين المراتب محتلين ثلاث مراتب ما حدا يقفز لعنا كان ضلينا سوى اربع سنين بعدين عملت بعضنا اصدقاء ومشوف بعضنا بعطيك مثلا في ليب حلو يحوه هلأ اخد بنته لاميشيل قدي يحوه هلأ عايش ببريز وجورج شماس اللي هو بالبترول كل العالم تعرف مارون لانه حريك كتير بالمجتمع ويحوه هلأ بسان فرانسيسكو منشوف بعضنا كلما نرجع عن بلتا بقى عملت لترار وكان باية بده انه اعمل سانتيفيك والبريفي الله يرحمه بارح شايمي كانت حبه كتير كان هو مصر انه اعمل سانتيفيك يا ابونا يا حبيب قلبي رجعت تحلت بالسجود مع انه واصل ابداي بالتروازيان وكانت فترة مات مديرن ما قاله على المات مديرن يا الله بتذكر مسيو إبراهيم ما كنا نفهم شي اصاب له سوزان صاب له خبرية جنون المهم انه عملنا درواز عملنا درواز مشروعك عنا في ابن عمبي السفير فيكتار خوري مش لانه ابن عمبي بس من اهم السفرة بلبنان فيكتار خوري كان سفير لبنان بفرنسا بواشنطن بلندن كان ممثل لبنان بالأمم المتحدة كان امين عام الخارجية يعني زلمي تبوق احلى مناصب وكان رجل هيك عنده وهرة ابن عمه ابن خالته لكمي شامعون كمان من جهة تانية فعا ايام كمي شامعون كان سفير وكمال لوقتها راح على تقعه كمي سالك الأعلى كانت كتير حبه لانه زلمي مسقف وعنده هيك هالوهرة كتير كتير حبه روح انا اطلب من البي يخدني لعنده عالعمر هيك 16 سنة هناك مره فتحنا حديثة يا ناجي شو بدك تعمل بالحياة بلت له بدك تفكر بعد ما ما اخدت قال لي ناجي شو انا هلأ بعرفك منيح انت تعرف تحكي وانتك محبي للناس وانا بشوف انه انت من الاشخاص لأ بعيلتنا في كتير صفرة وأناصر من الاشخاص اللي بتقدر تاخد الرلاب من بعدي وتكون وتكون بتكون بالسلك الديبلوماسي بلشت الطبخة براسي انه ليش لأ بقدر اعمل ديبلوماسي فعملت درواو كان البلان طبعي اربع سنين حقوق باخد فيه بعمل سنة سيانس بوليتيك وبقدم كوكور تباع الخارجي واز انت تابعة تتسجل بالجمهور واز اجت الحرب لا قبل انت تتسجل بالجمهور اجت الحرب وعملت الاربع سنين حقوق جاي بدي اعمل سنة سيانس بوليتيك كانت ايام حرب ايام حرب ومستحيل يعني واليوازجي بها الفترة كانت مقصمة كان عندها فرع بكفية وفرع بشونية وفرع بالأشرفية وبعدين كنا ناخد كورة على خمسة يعني انه وضع كان كتير مأساوي هيدا ما شجعني اعمل سيانس بوليتيك واكيد الخارجية كانت تقريبا مسكرة بويبة وما في لا كونكور ولا من يحزنون بلش الكونكورات بلشهم بعد بعشر سنين كل مرافق الدولة توقفت بوقتها بقى خبطت على راسي انا هالبروجيدو فيه مش هقدير حققه حققه فخليني اعمل محامي وما كنت طيب هالمهني ما كنت حبه لانه بها البلد الواحد لازم يكون كذاب كبير تيعمل محامي وتيقدر وتيقدر يزمط بهالسيستام الفاسد 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 يعني شو كنت قلت بتقلي بدت تسجل بالترمينال بالترمينال بالفيلون ناجي بتوصلني ووصلتها مش هقعده انطره بالسيارة تل اشوفه روح عاملي وانا بسلم على انا بنزل بسلم على بيردالمي بيردالمي كان الريكتور وكان صديق كبير وحبه كتير وبعضي بحبه فبقى نزلت سلم على بيردالمي ناجي كيفك وبتعرفة كيفية حفاوي شو عبتعمل خبرته انو هلا بنبش على استاج وبدي عمل قال لي ناجي شوف المدرسة فات حبعة خمسة عشر ايه نقصني استيس بالكمبليمانتير دخيلك بتاع ساعدنا استيس فرنسي استيس فرنسي بتاع ساعدنا وانت مش رح ااخد لسانس دانسانيومان رح ااخد لسانس اندرواء والماتريز ان اكيبالانس بقى وانت كنت كتير قوي فرنسيوي بتاع بلي ساعدنا واز بيوصل بيدخل مين جاك تريولي حبيب قال لي جاك صديق وكان شاف سكوت وعمل انت اضاضي كولاج وزلم هيك من 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 اساسات المدرسة اساسات المدرسة بقى ناجي كيفك شو عبتعمل قالت له بيردالما عب يطرح الي قال لي بيردالما انا بدي اياك وكشو لصة قال لي تليميز البرميرات تفاتين وفي حدا يهتم فيه قال لي سورفيانس قال لي انا وجي وجو واحد سورفيانس طلع فيي منيح شايفني ماسك عصاي وعمل سورفيانس على التلميذة قال لي لا 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 بعرفك انت بتعمل انيماسيون وبتهتملنا بالتلميذ واحد واحد بعرف شو الوصيبية اذا بتجي بتخدمنا هالسنة بكون ممنونة وبلش ترح قال لي نعمة الكنتنين كون خلوني يعطوني ثمانة واربعين ساعة تفكر بالموضوع وهكصر وبلش يترحل وهكصر من بعد ثمانة واربعين ساعة قال لي بلس بس 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 تأثير كبير شخص مؤثر بحياتي بطريقة مشتبعية بير بير روبر كليمان بير روبر كليمان بير روبر كليمان ابن خيو لالابي كوتوريه هاللي عمل لسمان بريير بولوليته كريتيا وزالمه غاطس بالسوسيال وعنده ايمان وعنده وعنده هيك محبة بقلبه بكل يعني هيدا الخورة بكل معنى الكلة ما بقدر اتصور بير جازويت بر حديد كل ما فكر بخورة فكر ضغري بير كليمان بير كليمان باعتبره مثل باية مثل باية مثل باية كلمة واحد هلا بيفكر فيه قول رزق الله عيام بير كليمان يعني أثر أثر بحياتي بطريقة مشتبعية بير كليمان وتعرف انه حط ايده علي بير دلمي وشاك هلا بيقله لاميلا بير مادية بير مادية كان هو الريكتور أول طلع بير مادية ما كنت بعرفه جاي هو ركتور جديد من الفاكولتة دو ميدسين كان دوين طبع الفاكولتة دو ميدسين باللج أول طلع بيقلي دو ميدسين دو ميدسين دو ميدسين دو ميدسين فوتني مرتاحة وقدنا وعملنا وقلت له بس أبونا عندي شرق يعني ما بدي أمضي شي يقدر يربطني لبعدين قال لي ذكر ذكر هلا من البلي نشوف شو بنعمل وهكثر تمينا بهالبروميرا أنا عمري 23 سنة كان 24 23 سنة وجاييني تلميذ عمرهم 17 سنة 18 سنة يجي شو دي أعمل تقريباً فرجيل طبعاً فرجيل بلشنا فرجيتهم أنه يابنقدر يابكنيني أعمل أعمل سورفيان بكل معنى الكلمية بتكون ياني أنيماتر أنا بصراحة ما بعرف أعمل سورفيان بترك ضغري إذا بتكون ياني أنيماتر ونعمل عايدة سوا أنا مستعد وهيكثر كسرت الزيز من أول نهار قلتلون فيها المكتب اللي عطوني حالته بالويل ومعمري تسعين سنة إذا بتكون هيدا مكان اللقاء بيناتنا أعملوا معروف شمروا على زنودكن أنا بجيب البوية وبجيب الماتيريال وتعود نقضي بعض الظهر نطرش المكتب لا طلبنا من الموظفين ولا شي عدنا طرشنا المكتب واحد جيب يجيب لي بودفلور التاني جيب تابلود أفشاج حالو ناس جيبوا جادجيت وبيبلويات وخبريات وأفشات بتحسسن أنه مكتبهم مكتبهم وكان مركز لقلهم وبلشت العلاقة مع التلميذ كان عندي مش علاقة مربي مع التلميذ خصوصا أنه كنا كتير قراب بالعمر بالعمر كانت علاقة أصدقاء بكل معنى الكلمة عندهم مشكلة بيجوا بيشفشوا كلهم عندي عندهم مشكلة مع صاحبتهم بيجوا بيحكوني بيجي واحد مدايق بتعرفي تلميذ عمره 17 و 18 سنة مخانق مع صاحبته إخل الدنيا بالنسبة لقلو بدك ما بتقدري تقيله لا فوت على الصفن لازم تفوتوا وهيدا القانون لا القانون الواحد من الوقت لازم يتعوجوا سوي ويعمل على الحاجة الحاجة النفسية كانوا يفوتوا لعندي ضيفون قوي حتى أنه هلأ بادي رؤولا لأنه تركت طالع بينهم يدخنوا سيجارة أنا أعطيهم السيجارة أنا كندخن بادي كل فترة يلا دخلك سيجارة فتحش بابيك يطع لك طبع حدايك مشكل يرتيحوا يرتيحوا ينبسطوا بعدين خلص صرت أحسان فوت على الصفن لأنه إذا فوتوا على الصف غسماً عاماً الخالق مع صاحبته حالته بالوين لا حيقدر يشوفوا للأستاذ رح يهلك نقمتوا للأستاذ وما رح يركز هو رح يكون مدايق أكواساسي ورح يدايق غير بيضلوا بالصف وهيك بلشنا وأربعين سنة كانت الرحلة مش هيك من بعد بكم من بعد بكم من بعد بخمس سنين تقريباً بيبعت وراي ببيرماتي قال لي الإكسپيريانس اللي عشنينا نحن وياك بدي أعممها للمدرسة بتقبل تكون أنيماتور سوشو كولترال للمدرسة يعني شافلي سابيس سوشو كولترال ونرجع نطلق كل المشاريع هيك نرجع نعيش للمدرسة فعملنا وكنت لوحدي إجيت ساعدتني صبية أصيان دو كوليج فيولات إبراهيم هادي أول أول تقليعة كأنيماتور سوشو كولترال ورجعت ألعت بالأميكال ألعت بالكلوب سبورتي في سياوجي رجعنا رجعنا اللعنة خلينا الشباب يكون عندهم هالاكتيفيته سوسيال اللي كنا نعملها قبل وزدنا عليها الاكتيفيته دان السنتر دو دي بلاسي يعني صار فيه امبليكاسيون توتال نو دو كوليج رجعنا رجعنا المجالة تبع المدرسة عملناها مجالة بكل معنى الكلمة صاروا طلميس صحفيين ومن هالشي واليوم أليكساندر نجار بيقوله انه اول ما اتشجعت اكتب بالنو دو كوليج ارمان حمصي بكرا بيخبرك ارمان حمصي بلش يعمل دسان بالنو دو كوليج واحد بينبسط وقتا يشوف اول رسمات تبعه بينطبعه بيصير عنده سئة بحاله وهيك صار النو دو كوليج رجعنا اكتيفيته كولتوريل فتحنا على كل الاكتيفيته كولتوريل بالبلد كل جمعة ننظم شي نروح حتى على بوات دنوية أنا وياهون نرقص نحضر فلومي نعمل سورتيات نحضر تياتر نروح السينيما نقش فلومي المهم انه رجعنا حركنا يكون بزيت الامبيانسي هيدا الجو والاكتيفيته دي باي للولاد وا 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 يعني قلعنا نرجعنا كل المكان هوني بدأ استقلاتك ضاينت عشرين سنة هالشرب هيدا وقبل ما تسأليني دقيقة فضل بيجي الريكتور بيقلي شوف يا ناجي مي كدنا الريكتور كان بعضو بارساليم دكاش او بارساليم دكاش قال لي شوف يا ناجي قال لي انت قلعت كل هالاشياء وشوف في ناس عملتلهم انفورماشيون خلي هالاكيبات تشتغل الاميكال دي زانسيان طلقت بطريقة مش طبيعية وفعلا كنت بهالفترة عبلش افتح برانش برات لبنان بفرنسا بكندا بلندن بجناف بالسعودية بدوباي بلشنا نفتح هيدا قال لي يا ناجي صب لي قوتك عالقصيان هلا انا شلتني من النوديكاليش وشلتني من الساقس وشلتني من كلا هيدولي بلشت اتخزق من جومة وصار في كريزة بيني وبين باردكاش واتدخل ميشاليدي بهديك الفترة اليوم اليوم شفت قديش كانت وقتها نظرته هلا برك الطريقة ما كانت متل ما متل ما لازم وقيت اليسوعية ما بتفهمي لهم يا بتلاقيهم يا بتلاقيهم لا ما ابدا وبيفهموك وبيمشوا معك وهيدا يا بتلاقيهم اخدين قرارات ما بتفهميها ومنك ابدا موافقة معها بس هون وقتها بلشت حلي البعدين لقيت انه فينا المو ايه مظبوط في ناس بيقدروا يعملوا الشغل اللي انا كنت اعملوه وللاميكال ديزانسيان انا ضروري اكتر ورجعنا وساعته هالقرار هيدا خلى انه الاميكال تنطلق بطريقة مش طبيعية ساعتها بهديك الفترة انتخبت رئيس اتحاد قدامى المدارس الكاتوليكية بالبناء انتخبت نايب الرئيس العالمي لقدامى المدارس الكاتوليكية المربوط بالفاتيكال اللي فيه 250 مليون ألومناي أسيان انتخبت عضو بالهيئة التنفيذية اللي قدامى المدارس اليسوعية بالعالم اللي هنه اربع مليين حاليا وصار اسمي تقريبا بالمجتمع مجتمع الأسيان مسيو أسيان مسيو ألومناي مسيو ألومناي لحقلك 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 مرة على مؤتمر لالكوفيدراتي أميكال ديسانسيين 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 وطلبوا مني أعمل مداخلي لأفسير كيف بيديرو أميكال ديسانسيين وبدي ناسي يسمعوا هالي أنا أقولو وأعطيهم هيكي عن طريقة طريقة إدارة أميكال ديسانسيين فخلصت العيدة وذقفوا لي كل شيء بيخدني عجلة بيقول لي بمشقولي بعد ما حصل لي وقت قلت له تأعمل كنفرانس أكيد بس عزمناك لأنه بالمجتمع مجتمع الأسيان بكل الألوناي بالعالم وقتا مننا نعطي مثل لأميكال ماشي بطريقة رائعة منحكي عن الجمهور ووقتا مننا نعطي ريفيرانس عن شخص يعني في دير أميكال نعطي اسم ناجي خوري فصرت مسيو أميكال مسيو أميكال بس نقول ناجي خوري منقول جمهور بس نقول جمهور منقول ناجي خوري بس نقول أميكال يعني ناجي خوري لبال أكتر بس نقول أميكال منقول ناجي حتى بقولوا لك أنا بفضل ناجي أنا بفضل ناجي أنا بفضل ناجي ووقتا يقولولي مسيو خوري يقولون وحية تكون اسمي ناجي وبحب اسمي يعني القلومناي كلهم بلندوق ناجي مش كأنك رفيق لقلون لأنه في مسائف عمرية أنا رفيق لقلون، أنا صديق لقلون وخاي لقلون لأنه ما بقدر إليك أداه كل ما قصية عنده مشكلة كل ما عاب ينبش على ستاج كل ما بده ينبش على بورس سكولير إنيفاسيتار كل ما بده يتعرف على حداً لشغل كل ما بده يكون عنده هيك يربطه بهذا حدثتك بتكون الرابط اللينك أنا حايت مبكى، أنا الصديق، أنا الدينة يعني بتسمع القلب اللي بحب هي مضبوط بقى أنا اللينك بين الأسيان والجمهور هلأ أكيد الأسيان عنده نتضعص أنه يربطوا اسمي بالجمهور وهيدي وقت قدمت استئالتي بده يجعلها الاستئالة من وراء البريك ايه؟ اوكي اوكي يانا عودة معك ناجي خوري بتاع ننسى ومريم تيفيو كنا عم نحكي عن استئالتك استئالتك اللي وقعتها بـ 29 قدار هزت انتي بذكر التاريخ جمعته ناضي 2019 هزت هزت كتير من الطلاب هزت كتير الألمناي هزت حتى بلبنان وبرة لبنان وكلهم عم بيسألو ليه؟ أولا مش مفروض أعطي كل الأسباب في أسباب بقدر أعطيها وأسباب فضل ما أعطيها سبب الأهم أنه صار فيه هيكي كونفرجانس بعدة اشياء أول شيء وصلت لسن التقاعد عمري 65 سنة اليوم سنة الماضي وصلت على 64 يعني سن التقاعد دونك أنا الكونتراه مع الجمهور مفروض يخلص بـ 30 أيلول 2018 الآن عادة الناس بتكمل من بعد التقاعد وبتعمل بتصير كونتراكتويل هاي دي لازم التنان يكونوا موافئين الآن في أسباب خليت أنه ما كتير طريعة بيلي جدد وما بدي أرجع على هالأسباب بس بما أنه صرت بعمر التقاعد وثابت أنه فخامة الرئيس من بعد بفترة بيعرف أنه لأنه أنا علاقتي مع فخامة الرئيس من 76 بعرفه من أيام طل الزعتر تعرفت عليه باديك الفترة وانقطعت العلاقة نهائيا بالـ 88 رجعنا يعني رجعت اشتغلت أنا ويع من عدة عدة إشياء و هلأ أنت مكلف بشو؟ و بدي ألك شغلة كتير مهمة أنه النهار اللي حصلنا على المرسوم اللي عين 25 أذار عيد وطني كان أول عيد بالتاريخ بين المسيحيين والمسلمين أول عيد مشترك أول شخص أول شخص اتصل فيه فخامة الرئيس كان من الرابية كان رئيس حزب ناجي خوري عارف شو عملت أنت غيرت المفاهيم فعلا اشتغلنا أنا ومحمد النقري وفريق من الجمهور ومن برات الجمهور اعملنا من هالعيد الموحد أعيد واحد للمسيحيين والمسلمين وانت ألم اللبنان وهيدا كان بدي أقول لك هيدا كان أهم أنجزاتك حلمك كان تجسيد حلم كنت أعمله حلم بكل معنى حلم كنت أعمله وحكي فيه مش أرجع ردده هون حكي فيه مليون مرة على التليبيجيونات وكأنه مريم العدرة عبت تخبطني دفشني وركيا ناجي انت أنيمتار تعرف تجمع ناس شو ناطر وهيك صار ولقائه مع محمد نقري كان كتير مهم لأنه هو كان عنده كمان الأناعة ومريم عنده دور مهم بالإسلام وقلعنا بهال بهال مشروع وصار هالمشروع نهار اللي أعلن يوم إسلام المسيحي كنت على التليفزيون عبعمل زابنج عن شاب صاحبي بيجيني اتصال من صديق مونير جبر تعجيه يا كده صريح شو باك؟ قال عينوا 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 ما كنت عارف أنه عينوا؟ نحن مقدمين الطلب ومرقنا ب16 شباط عند سعد الحريري رئيس سعد الحريري مع الوزير ميشيل إدي مع الوزير شمس الدين مع أمنا العمين تبع اللجنة الوطنية الحوار الإسلامي المسيحي حاري الشهاب ومحمد سميك مع دكتور داود الصيغ يعني في كتير ناس اشتغلوا على هالموضوع وزرناه لرئيس الحريري وطلبناه لأنه القرارة اتخذ قبل بسنة أنه يكون عيد وطني بس الرئيس سانيورا ما كان رايد أنه يكون نهار عطلي ومشي بنهار العطلي رئيس حريري من بعد بيومين مجلس وزراء فرض الخبرية على الطاولة وصار عيد وطني أنا شو كان كيف كان هنهار أنا قل لي قل لي قل لي قلت له انت أكيد قل لي ايه سمعنا هلا طارق متري عبي كانت سبعة ونص انطرت على الثمانة نشيط الأخبار قبل ما يدقوا نشيط الأخبار طلع طارق متري بيعلون العيد كيف الولد الصغير عبيبكي أنا صرت أبكي كان فيها الصديق كان جلطيف كنت قاعد عنده عم نحضر فيل وما نادرين بيش صرت أبكي مثل الولد الصغير بيتالفلولي لبتت فيه دو جيزو لبتت سور دو جيزو بيتالفلولي بيقلنا ما سور وحياتك هيك ما كنت قدر أحكي عبيبكي ما سور دخيلكم عملوا دخيلكم ما بيقدر قلدي تعرفي انه مشروع اشتغلت عليه ما من كتير زمان انا اصلا كنت كل عمري اشتغل على حوار الإسلام المسيحي وعى التلاقي بين الناس وهيدي مفتكي من المواهب اللي يعطينيها الله انه اجمع الناس مع بعضهم هذا كان تتويج لهالمسيرة مش معقول وشوفي بأي جمال وبلشنا كان فعلا انه قرار مهم بس بلشنا هيدا كان بداية مسيرة لانه كان مهم انه ننشر هالثقافة وخلقنا فعلا ثقافة اسلمية مسيحية مريمية كتير مهمة طلقت من لبنان عنا احتفالات مركزية عبتت اول سنين اول سنين كانت تتير بالجمهور سنة الماضي عملناها بالأصل الجمهوري السنة بسراي الحكومة وهلا غير اللقاء المركزي عبيشير فيه عدة لقاءات هاللي منسميهم لقاءات جانبية وعم نصدر هالثقافة برات لبنان السنة كنا بالاردن صح السنة الماضي كمان السنة كان برعاية رئيس مجلس الوزراء وعم يشتغلوا بالاردن تا يوصلوا كمان تا يعملوا عيد وطني كمان سؤال دي ساهميت ساقفتك اليسوعية بسقل شخصية ناجي خوري كثير كثير سعطتك اليسوعية ناجي خوري لو كان لو ما كان ابن وديع الخوري وروني نوفال ما كان ناجي خوري لانه عشت بجو في كثير محبة وفي كثير ضوابط كمان انه بي كان زلمة حق قوي بس صارم بس صارم وما بيمزح بالمبادئ الأساسية وما بقدر إليك لو ما كنت هك لو ما كنت الميزية سوعية ما كنت ناجي خوري اليوم لو ما التقيت بي شخصيات كثير سألت شخصيتي وسعادتني وكانت بالنسبة لقلي كانوا بالنسبة لقلي رول مودل منهم بير كليمان منهم بير مادئ منهم بير دلمان في كثير ما بدي أقعد تسمي كل الهو التلاتة اللي كنت أقرب شي منهم بس كل الأباء اليسوعيين اللي عشرتهم بحياتي ساعدوني لسقل لسقل شخصيتي بعد ألين الاستئالة من هاليسوعيين اللي هني جزء من الأميكان عملوا ردة فاعل وصار فيه آلاف آلاف بعتوا ردة فاعل أنا رح سمع كم كم براغراف منهم ترجمتهم للعربي جوال عطالة بتقول الشكر الكبير لك بالنسبة إلينا كنت مثال العطاء والتضحية في سبيل ما تمثله مدرسة الجمهور من قيم الإبداع محبة الآخر والعمل لعالم أفضل جانتر شيشي له سار دكتور قال وكأن العالم توقف عند الدوران فجأة وكأنني أصبحت على كوكب آخر لا أستطيع أن أتخيل مدرسة الجمهور من دون وجودك ناجخورك كيف لنا أن نزور مدرستنا دون أن نلتقي بك ناجي أتمنى أن تتاح لي فرصة اللقاء معك من جديد وأن نتبادل الأفكار ونتشارك الأهداف شكراً لكل الجهود في سبيل المدرسة وفي سبيل الطلاب شكراً لك لأنك كنت في حياتي تخصصي الحالي في مجال الطب يعود لمدرستي ولك نائب أنتونيو الهاشم أرسلت أبيت لفكتور ايغو أبيت للمدرسة الجمهور هو أنت بعدك المدرسة لن تكون نفسها تضحياتك وجهودك لا مثيلة لها أفتخر أني تعرفت عليك تلميذة معلمة ووالدة لتلاميذ شكرا لكل هذا المسار الذي أنجزته على كل الأصعداء شكرا ناجي خوري هل ردت الفعل؟ شو عملت فيك؟ بكتني تتي وعبت بكيني هلأ كمان وزعت الزيد شوفي هوا كلهم إخوتي وفعلا يعني كل شخص عبتسميه هلأ عبتشوفه قدامي وأصلا كل الأصيان مثل إخوتي كيف قدرت تطلق هالإنتما؟ هالإنتما الغريب لناجي خوري للجمهور للمدرسة للإسعية هالإنتما كيف؟ لأنه عندي أناعة وانا أنا بكل شي بعمله باسيوني يعني عندي شو اسمه؟ شغف شغف كبير لهاللي بعمله لدرجة أنه ما تزوجت ما تزوجت ندرت كل حياتك لجمهور وما لنظمان أنه مش مزوج لأنه شوفي قداش كله الأولاد قداش أصدقاء أولاد يعني كل العاطفي اللي نقصتني بركي بالبيت صغير عطوه إياها بالبيت أكتر وأكتر بالبيت الكبير وهلأ كمان مع مشروع مريم محبة الناس ما بقدر إليك ناس أوقات أوقات بتقولي يا عمي ما حدا سوري ما حدا عم يشوف ما حدا عم يقدر بس محبة الناس بتفركش بالطرقات بناس ما بحياتي شايفهم ما بعربهم بيجوا بيعبطوني بيوصوني بيقولوا يالله يكتر ممتلك يا غي شو عملت ما عملت شي فعلا أنا المحبة بتعمل كتير بدألك شغل إيه أكيد المحبة هيدا السر يعني المحبة وأنا أصلا بكل هذي عب بعمله عب جرب ابني ثقافة جديدة ثقافة المحبة ناسينا الناس ناسينا الناس أنه العالم تعب من الحروب والأزمات والكراهية والمصلحة مصلحة قدي بتسوي قدي بتسوي مصاري ما بخي أنا علاقتي مع المصاري كتير عاطلة أكيد بدي عيش منيح بدي عيش بدي عيش على مستوى بكرامة يعني بكرامة ويعني على مستوى قدر نكون زلمة مسقف زلمة عبتعطة مع ناس كمان عندهم كمان سقافة وكمان بس بس أنه ضبطي بمصاري لضبطي بمصاري أنا بهم نعيش عيش في عندك قبرات طويلة رفاقتك من خلال القدامة مع فخمت الرئيش شر الحلو والوزير ساعة الوزير مش هلقدي خفرني هاو هاو من الأشخاص الأسروا كتير بحياتي مو سينيار سنين كمان شر حلو لأنه كانوا ضمن العائلة الجمهورية مش هلق شر حلو شر حلو شو بدي إليك أسيكروبيدي شر حلو كل هو ميشيل إليه هو أهدم أكتبته أهدم أكتبته للمدرسة صح صح من خلالي ووحياتك هيدا من الأشخاص هو وميشيل إليه وميشيل عون بزيد لأنه ثلاثة عندي عندي فخر كبير أولا أنه يعني حياتنا مسارات مسارات كنت نلتقت مع بعضا أنا أنا لقيت مسارات لأنه كتير عظمة وكبار هوا هوا جماعة كل يوم علموني شي جديد وحياتي مثلا مثل رائشة حلو هكي باختصار شو علمك أكتر شي علمني علمني كمان الانفتاح علمني أصبر علمني أصبر لأنه رجل رجل صبر هلقى صبر كتير كتير ورجل ثقافة أكلك فوف كتير من بعد قصة اتفاية القاهرة اتفاية القاهرة وعلمني علمني زلمة كان إفكاس كان وقت عملي وفعال جدا يعني كنا ننظم ننظم محاضرة مع رجلات من المستوى الأول بنص ساعة زمان ياخد التليفون تلفن لهيدا ع بريزا يدع أميركا وركب المحاضرة زلمة زلمة كان مرح كتير خبري خبرية كتير مهضوية كان دايما يزكزقني وقال لي يا ناجي شو كاي ما بدك تتجوز يتلفن يتلفن للوالدي يقل لي يا عمي اي ما بدك تجوز هاو جوزي لناجي وني كنهار كنت مؤسس جمعية اسمها إسبرانس لبان مع أصدقاء كنا نجيب متطوعين نص الحرب ونص الأصد متطوعين فرنسيين يجو يساعدونا بمراكز اللي كان فيها ليجئين من عدة ملاطق لبناني ف في اتنين بنات جايين من فرنسا قضوا خمسة عشر يوم هون وعبوصلون على جوني على الكسليك لأنه كنا نروح بهذيك الفترة بالإيدروجيسور من هونيك على أبروس ومن أبروس يخطو طيارة تيرو عفرنسا وصلنا كتير بكير قلتلوا عمالكم شوي صغيري طالع عبلكم تتعرفوا على رئيس الجمهورية القديم قل سسراء إنشانس قلتلوا تنفن له قلتلوا تستقبلنا قل قل أهلا وسهلا فيكم وصلنا لعنده عدنا هيكي وصلنا نحكي من بعد ما ما خلصنا هيكي أوروار فغمت الرئيس ورح توصلن على بورجوني بور بور الكسليك بتنفن لي بعض الظهر قلتلوا قال لي شو خبرني أياها منهم قال سون بارتي قلتلوا وي قال لي يا ناجي أهلا ما رح تحط عقلك براسك وحتي منهم لاحظت هايدي الطويلة كانت عبتطلع فيك وتركز هيكت هيكت أعجبت إنت استفيد من الفرصة يلا شو ناطق قلتلوا قلتلوا فخامت الرئيس حيش تنكت علي هلا هيك أخدها بالنكتي قال لي طيب هل سون بارتي قلتلوا وي هل سون سانسي اتر بارتي سانسي اتر بارتي قال لي هل سانسي اتر بانو قال لي في ناس تبعوا لشار حلو زلمة فعلا رأي ومقدر نخبر نكت الوزير ميشيل قدي يعني اشتغلت مع ميشيل قدي 27 سن انا مش هل حلو عيش سبحب ايدي بيضاء كتير بالجمهور كده كتير منع بيعطي وبتعرفي ميشيل قدي بينسى انه عطى وما بيعرف لمين عطى بيعمل الشاك ومش فرقانة معه حلو كتير هدا كبر نفس بتعطيه وصل بيزدته بزبالك حلو شو بدي انت كبار 27 سنة مع ميشيل قدي 7-8 سنين مع شر حلو وكانا نحكي مع بعضنا كل يوم كل يوم مافي يوم هلأ صحتو بركي مانا منيها احرام ميشيل قدي تعلمتها من جريجوار حتي مطران ويرفض ان نقل له مونسانيار بير جريجوار زلمة ما بقدر قلدك هون تعلمت مش بس لانه الاكشون سوسيال مانا واقفة على على هيكة عفوية وانه جمعنا كم غرض مروح بنعطيه ودمعة وانه شفقنا على ممنوع الواحد يشفق يعمل ديمارش سوسيال لازم يعبي قلبه محبة ويشغل راسه الاكشون سوسيال تعلمت منه المحبة وتعلمت منه الديمارش سوسيال عملنا شغل رائع عدة سنوات بالموفمان سوسيال الحركة الاجتماعية وبرات الحركة الاجتماعية وكان مثال الاعلى وانا كنت وقته صارت قضية جريجوار حديد وقته فح وقته كانوا بدون شلوه كمطران من بيروت كنت باللجنة المتابعة لأصدقاء جريجوار حديد وكنت أصغر واحد كان عمري 18 سنة بتذكر وكنت أنا السكرتير تبع اللقاء وكان وكنا نعمل وكنا نعمل مع جريجوار حداد دي سيشون دي فورماشيون ريليجيوز كنا ناخد جمل من الإنجيل ونشتغل عليهم ونعمل تفسير لألون ونعمل منائش أنا وكم فضي حلوقتي هي لأ يعني جريجوار كان كان فعلا حضرتك اختصرت اختصرت حياتك على الفيسبوك حطيت مر عنواني صحفحتك بتقول صفحتي في خدمتي حياتي معن أفضل اجتماعيا دينيا وثقافيا أو ثقافيا هيك بتختصر حياتك اي صح صح أنا بفتكري افتعل في كل واحد يجب يفكير لا لا الله لأنه كل واحد عنده مهمة على الأرض بده بس يمديندو شوف شو ربنا طالب منه ليش خلقوا بهالمكان على الأرض بهالزمان وبهال مواهب لأنه كل واحد عندنا عنده مواهب كانت ونا واحد لازمي نمية بيشتغل علي بده يسأل حاله ليش أنا هون شو أنا بفتكر إذا إذا حطيت عنوان كبير هو رسمبلور أنا زلمي كل عمري قضيته اجمع الناس يعني رابع الديبلوماسية من طريق آخر بغير طريق ايه فعلا عملت دي بروميسية وخدمت كتير هالبلد اللي بعشقه ما بعرف ليه بجن وقت حدا يقل لي شو هالبلد شو هالشعر وان كتير من تلميزنا عم بسافره جن بجن بجن ما بعرف خي ولو أنا إيررسيونال بطريقة غير يعني غير بدون بفك بالعاطف بالقلب عم تفكر ما بقدر ما بقدر اسمع حدا عم بقول كلمة سيئة عم بلد أبدا ما بقدر بالدايا فعلا بالدايا وانت عقيبا استشهاد حضرتك بجملة لسانت إكزو باري من لبتي برنس فقط بداية حسنون على جديد أدخل حسنون بالدايا وراول فحمل روال destination وليس نحن لم يرجح أن نراه مرحله وليس حسنة سيئة يعطي decorate مune حسن الكثير من تتحقي من أجد دفع حدي أوحزام تتوجه إلى ربك أنه دخيلك. يا مريم العذرة ساعديني. وقت من خان وليش نحن. يا يسوع. واحدة اللي عملت فيي هيك. أنا بعملها مثل كل بني آدم. كل الناس لأنه. هذا شعور إنساني. الملجأ الوحيد الحقيقي مضبوط. بس كم واحد مننا وقت يكون قدام مشهد حلو. وقت يكون عمل نجاح كبير. وقت يكون مبسوط. هيك عنده نوع من الراحة الداخلية والخارجية. كم واحد قال مرسي لربه؟ كم واحد فكر بمريم العذرة إنه قاعد حده؟ كم واحد؟ بفكر هادي هادي من الأشياء اللي بتكبرنا. لازم تعرف أنا مثلا. عندي عندي عملت أنت شي منيح. وحياتك بحس حالي مجبور. 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 اتصل فيك وقل لك برافا. حلو. لأنه الشكر. والركنيصاص. عرفين بجميل. لأنه وقت تعملي إنجاز حلو. ما بتعمليه أنت لإلك. بتعمليه للمجتمع. أدي ثقافة مسيحية كم. ما بتعمليه للمجتمعك. والمجتمع لازم يقلك بطريقة من الطرق. مرسي. من هيدا من هيديك. كل واحد مننا لازم يعرف إنه. كيف حميت هل شكرا؟ كيف مهمة بحياة الآخر؟ كيف مهمة؟ أنا بدي أختم الحلقة. بدي أقول. ويبقى ناجي خوري. خريج سيدة الجمهور. رئيس رابط الخريجين فيها. ليس رئيس رابط. أمين عام كم. ذاكا اليسوعي الذي جعل من بشارة مريم. رسالة عبرت الكتب السماوية لتزرع السلام والمحبة. هو ذاكا العلماني الذي قدم نذور انتمائه على مذبح صرح حضن سنين دراسته. واختار الوفاء الأبدية له. ويبقى ناجي خوري ذاكا القائد الذي اتمنى على الآلاف. فعزز لديهم الانتماء حد الالتحام بالقيم والمبادئ التي فتر عليها. هو تلك الحالة الاستثنائية التي أعطيت نعمة التواصل الإيجابي مع الآخر. فجسدتها بكل أمانة ليصبح ناجي خوري هو المثل هو المثال ليصبح هو الأيقونة. أيقونة المحبة والحوار والسلام. أهلا وسهلا فيك ناجي خوري شرفنا في مريم تيفي وبتعا ننسى. خسلا خسلا. وأنتظروني أسبوع الجي بحلقة جديدة من تاعا ننسى. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة